بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان إلى ما فيه من جات من الأهوال والنيران من الأهوال والنيران توقفنا محطة سنلقاها بكل مكان تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحمة بكم أحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عدرحمن الغامدي أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليم ليسلط الضوء فيه على بعض الأحكام الشرعية والقضايا الإيمانية في كل يوم أحد عند الساعة التاسعة والنصف مساء بإذن الله نستقبل استشاراتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم واتصالاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة وعبر برنامج سكايب وبرنامج الواتساب نستقبل الاتصالات المباشرة والرسائل المرئية والصوتية ورسائل المكتوبة حياكم الله جماعين حلقتنا لهذا اليوم هي بعنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حياكم الله يا دكتور الله كذلك هذه الحلقةchten ستعمر إن شاء الله بذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم والصالاتنا عليه ونستفق منها من بعض المعاني والفقرات التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم شيخنا علينا نستفتر هذه الحلقة ببيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا للخير واهدنا إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة الكريمة أنه جل في علاه يصلي على النبي الكريم وأخبر أن ملائكته الكرام وهم البررة المقربون الخيار المكرمون يصلون على النبي ثم أعقب ذلك بأمر المؤمنين بالصلاة وعلى النبي والسلام عليه وهذه الآية آية عظيمة جليلة مستفتحة بحرف التوكيد إن ثم أعقب حرف التوكيد بلفظ الجلالة مما أكسب هذه الآية مهابة وتعظيمة وجاءت هذه الآية بصيغة الجملة الإسمية للدلالة على دوام واستمرار فقال الله جل جلاله إن الله وملائكته يصلون ولم تأتي بصيغة الجملة الفعلية يصل الله وملائكته وإنما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أن هذا الخبر بجملة إسمية ثم أعقب ذكر نفسه سبحانه وتعالى بذكر ملائكته المقربين تنويها بشأن هذه الصلاة وتعظيما لها وحتى ينافس المؤمنون هؤلاء الملائكة المقربين حتى يقتدي المؤمنون بهؤلاء الملائكة المقربين في صلاتهم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ففي هذه الآية تنويه عظيم بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه ومنزلته وهذه الآية جاءت بعد سياق آيات يمنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذائه صلى الله عليه وسلم يمنع من إيذائه صلى الله عليه وسلم بأدنى درجات الإيذاء إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستعي منكم وهو حديث الناس عنده في مجلسه أو طول مكثهم عنده بعد عشائهم أو بعد طعامهم فقرر الله سبحانه وتعالى تشريفا لرسوله صلى الله عليه وسلم حرمة إيذاء رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ثم عقب ذلك بأن مقام المؤمنين يتجاوز قدر امتناعهم عن إيذائه صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة أعلى وهي تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتعظيمه وتوقيره وأخبر الله جل جلاله في هذا الأمر بأنه هو وملائكته يصلون على النبي ولا شك هذه السياق سياق عظيم ثم أعقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية ببيان وعيد شديد في من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينة شيخنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على عباد الله الصالحين وصلاة الله عز وجل علينا كلها وردت في السنة وردت في القرآن لأننا نبدأ بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نكمل بمعنى الصلاة على عباد الله الصالحين لأنها وردت مثلا يا أيها الذين عاملوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ثم في نهاية السورة إن الله وملائكته يصلون على النبي فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الله جل جلاله لما يقول سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه لها معاني المعنى الأول من معانيها الرحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي ونحن لما نقول اللهم صلي على نبينا محمد فكأننا ندعو الله جل جلاله بأن يصلي عليه أي بأن يرحمه والمعنى الثاني لهذه الصلاة هو الثناء الحسن والذكر الطيب فالله جل جلاله صلاته على نبيه تعني أن يثني عليه في الملأة الأعلى وأن يذكره بالذكر الحسن والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ومحمد أي أنه كثير المحامد التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم ووصيغة مبالغة في الحمد واستعقاقه للحمد لكثرة ما يحمد عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من الصفات والأخلاق والفضائل والأعمال فيذكر صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الحسن فالمؤمن لما يقول اللهم صلي على محمد يعني اللهم اذكره يعني يا رب اذكره بالذكر الحسن الجميل أما دلالة الأول أن الصلاة بمعنى الرحمة ففي القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل في قصة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه على نبينا أشرفه صلاة وسلام قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هذه الآية تشبه بل تطابق من وجوه الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو به المؤمنون في آخر صلاتهم بعد السلام عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فختمت الآية باسمين وختم هذا الدعاء بهذين الاسمين واجتملت الآية على الرحمة والبركة كما اجتملت الصلاة الإبراهيمية على الصلاة والبركة فأخذ طائفة من أهل العلم بل جمهور أهل العلم أن الصلاة بمعنى الرحمة رحمة الله وبركاته كما يقال في الصلاة الإبراهيمية الصلاة صلي وبارك إنك حميد مجيد في ختام الآية والدعاء فصارت الرحمة مقابلة للصلاة فالمؤمن يدعو للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرحم يعني اللهم ارحم والمعنى الثاني كذلك معنى عظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم محمود في الملأ العلم ومذكور بالذكر الحسن في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد وعند دخول الناس إلى الجنات وبعد استقرارهم في جنات النعيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر فضائله ويمدح ويحمد ويقف مقامات محمودة لا تكون لغيره أعظمها في يوم المشهد هو اللقاء هو يوم الشفاعة العظمى التي يقومها صلى الله عليه وسلم إذن الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس ذكر الله عز وجل من جنس الدعاء من جنس الدعاء والدعاء عموما من جنس ذكر الله سبحانه وتعالى ومن جنس التعبد لله سبحانه وتعالى فالمومن لما يقول اللهم صلي على محمد يعني يذكره بالذكر الحسن عاقب الله سبحانه وتعالى بعد صلاته بصلاة الملائكة وصلاة الملائكة لما يوصلون على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء من جنس دعاء المؤمنين أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرحم والمعنى الثاني أنهم يذكرونه أي الملائكة تذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر الحسن الجميل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يصلوا على النبي الكريم وصفة هذه الصلاة أن يقولوا اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد شيخنا لماذا شرع الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتاج إلى صلاتنا عليه أم أننا نحن من نحتاج إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينتفع بهذه الصلاة التي يصليها المؤمنون والمؤمنون ينتفعون بهذا الدعاء الذي يصلون به على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طلب من المؤمنين أن يسأل الله له الوسيلة فإنها لا تنبغي إلا لوحد من خلق الله والمؤمنون ينتفعون بهذه الصلاة يدعون ربهم جل جلاله أن يرحمه وأن يذكره بهذا الذكر الحسن ينتفعون منافع عظيمة ومنفعة المؤمنين أعظم من منفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة منافع المؤمنين التي تحصل لهم بالصلاة على النبي الكريم منافع كثيرة و عديدة مثل منها أن الله سبحانه وتعالى يقابلهم على الصلاة الواحدة بعشر صلوات فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر فيذكرون بالذكر الحسن و يرحمون أضعاف ما دعوا لنبيهم الكريم صلوات ربي وسلامه عليه و منها أن هذه الصلاة دعاء وهذا الدعاء عبادة و امتثال لأمر الله جل جلاله لما أمر بالصلاة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهم يقومون هذا المقام الذي فيه امتثال لأمر الله جل جلاله في هذه الآية الشريفة الكريمة و هم يعظمون و يعزرون رسولهم الكريم و يقدرونه و يرفعون من شأنه و يعلون من ذكره بهذه الصلاة عليه و هذا كذلك عبادة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه تعزروه و توقروه و هم كذلك يكفون همومهم و تغفروا ذنوبهم بهذه الصلاة كما جاء في حديث أبي بن كعبين قال إذن تكفى همك و يغفر لك ذنبك الذي سأله عن كم يكون مقدار ذكره أحسنت قال كم أجعل لك من صلاتي قال أجعل لك من صلاتي الربع ثم جعل النصف ثم جعل الثلاثين نعم لعله يشكل هذا الحديث ما المراد بهذا الحديث عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أحسنت يعني المراد بها أولا هذا الحديث فيه كلام و إنما نستأنس به في فضائل الأعمال في فضائل الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم و فيه كلام صحيحي و تضعيفي لكن نستشهد به على كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المراد و لا نتجاوز هذا القدر أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هل ورد حد معين أو عدد معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هناك بعض المواطن التي يشرع عندها أو يجب عندها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه مواطن نأخذ مواطن الوجوه وأما غير هذه المواطن فهو مشروع على الجملة فهو مشروع على الجملة فمن المواطن التي يجب عندها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر اسمه الشريفة و يذكر وصفه صلواته ربه وسلامه عليه فإنه يشرع بل يجب على المسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرته عنده و لم يصلي عليه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من لم يصلي عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم فقال أبعده الله في الحديث الأخر قال رغيم أنفه رغيم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليه ومن أدرك والدي وحدهما عند الكبر ولم يغفر له في روايات بعضها رغيم أنفه وفي روايات بعد وفي روايات أبعده الله كل هذه تدل على ذنب بالغ في حق من ذكر عنده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه لذلك أهل العلم قاطبة على أن هذا من أهم المواطن المشروعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يبلغ بها الوجوب بعضهم يبلغ بها الوجوب لكن هذا مواطن مهم يتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك مواطن أخرى وهناك مواطن أخرى مثلا مثل موطن آخر الصلاة بعد التشاهد هذا من مواطن الوجوب أم من مواطن أحسنت يعني جمهور أهل العلم على استحباب هذا الموطن على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وبعض أهل العلم قال بالوجو و في الحديث لما جاء عدد من الصحابة رضي الله تعالى قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك أو في بعض الألفاظ كما في حديث أبي مسعود قال علمنا الله السلام عليك أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك و هذه هي موطن الصلاة أقلنا إلى صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي صيغة الصلاة الإبراهيمية التي تكون في نهاية الصلاة و لا أعدد من الحديث الرأس خطر في بالي ثلاثة مواطن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع حكم الصلاة فيها مثلا إذا ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فهل يجب على العبد أن يصلي أم يحرم عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن لا يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في الصلاة وإنما يستحب له وهذا في النافلة وبعض أهل العلم يعديها كذلك إلى الفريضة لأنه وضف أكثر شيخنا إذا كان هو يصلي ومرت عليه آية أحسن مثلا مرة بقوله تعالى محمد رسول الله مثلا قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله في آخر سورة ثلاثة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فلو أنه عندما ذكر اسمه رسول الله صلى عليه فبعض أهل العلم منه يرى استحباب ذلك في النفل لما جاء في حديث حذيف كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ فمنها أو يقاس عليها أنه إذا مر بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وبعض أهل العلم يعدي هذا حتى في الفريضة باعتبار أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة وما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا إذا ورد هناك دليل بالتفريق بينهما وحيث لم يرد دليل بالتفريق في مسألة الاستماع والإنصات فإن ما يرد في النافلة يطبق على الفريضة وما يرد في الفريضة يطبق على النافلة لأنه لم يرد دليل على التفريق بينهما في مسألة الاستماع والإنصات و القراءة و بالنسبة إذا كان يصلي و سمع من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي عليه هل يوقف قراءته مثلا و يصلي و يكمل صلاة الأظهر هذا و الله أعلم له لا لأنه ينبغي له أن ينشغل بصلاته طيب ننتقل إلى حال أخرى مثل حال أكرمكم الله في حال الخلاء إذا كان في حال الخلاء أو حال مستقدر أو غير يعني أحسنت يعني يطبق على هذه المسألة عموم ما يرد في الذكر و الدعاء و هو أنه لا يذكر الله سبحانه و تعالى في موطن قضاء حاجته و الله تعالى شيخنا هل تكون الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن تكون بالقلب أو يتلفظ بها كذلك الصلاة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعاء و ذكر عموما أحسن هي دعاء و ثناء لذلك يتلفظ بهذا الدعاء و لا يكفي أن يقوله بقلبه بل يتلفظ به بلسانه فيكون لسانه مواطئا لما في قلبه و قلبه مواطئا لما في لسانه يقول اللهم صلي على محمد يسأل الله جل جلاله أن يرحمه و أن يذكره بالذكر الحسن في الملع العالم بالنسبة لما ورد هل ورد في تقصيرها بذكره في الصباح و المساء أو في يوم الجمعة مثلا أو غير ذلك من الأوقات من المواطن التي يستحب أو يتأكد عندها الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة و قد جاء فيه حديث فإن صلاتكم تعرض علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك و قد أنمت فقال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي فهذا فيه دلالة على استحباب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من المواطن التي يتأكد عندها كذلك الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عقب الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و يسأل الله له الوسيلة من المواطن التي يتأكد عندها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية في الجنازة فإن الجنازة لها تكبيرات أول تكبيرة يقرأ فيها الفاتحة ثم بعد التكبيرات الثانية يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ما يليها من التكبيرات سواء كانت أربعا أو خمسا أو غير ذلك فإنه يدعو فيها للميت بما استطاع أن يخلص له من الدعاء هذه من أهم المواطن التي خطبة الجمعة مثلا أحسنت خطبة الجمعة خطبة الجمعة لا شك أنها مجتملة على ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم طيب شيخنا بالنسبة للصيغة الواردة عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتم حديث كيف نصلي عليك أو كيف نسلم عليك فما الفرق بين الصلاة والسلام والصيغة الواردة في ذلك جميعها أو بعضها يعني عدد من الصيغ لحديث جاء لعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفة التي يصلون بها عليهم فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة يسميها أهل العلم الصلاة الإبراهيمية وهي ثابتة في الصحيحين من حديث كعب من عزر و من حديث أبي مسعود عقوة بن عمر رضي الله تعالى عنه و من حديث أبي هرير و غيرهم رووا هذه الصفة في صفة الصلاة الإبراهيمية هذه الصفة لها عدد من الألفاظ تدور حول عدد من المعاني الأول الدعاء دعاء الله جل جلاله بأن يصلي على نبيه اللهم صلي على محمد هذا الأمر الأول الأمر الثاني قرن بهذا الدعاء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أزواجه و ذريته و آله في بعض الروايات فأما أزواجه فمعروف و هم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن و أرضاهم و أما ذريته كذلك فمعروف معناها و هم أحفاده صلى الله عليه وسلم و أما آله فقال بعض أهل العلم أنهم من تحرم عليه الزكاة و قال بعض أهل العلم هم أزواجه و ذريته لذلك لم يجمع بين الأزواج و الذريه و الآل في الأحاديث و إنما جاءت الأحاديث بالآل أو بذكر الأزواج و الذريه ففسر بعضها بعضا اللهم صلي على محمد و على آل محمد ثم المعنى الثالث المذكور في هذه الأحاديث قوله كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم في بعض الروايات الله سبحانه و تعالى قد ذكر الصلاة على إبراهيم و رحمته بإبراهيم و بركته بإبراهيم في القرآن الكريم في سورة هود رحمة الله و بركاته و عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هذا وجه تخصيص إبراهيم عليه السلام وجه تخصيص إبراهيم هذا الذي يظهر الله تعالى هذا الذي يظهر الله تعالى فإن إبراهيم قد باركه الله جل جلاله لذلك الله سبحانه و سبحانه و civ deployه أقول و بارك على محمد و على آله و حلم كما و باركت على آل إبراهيم الله سبحانه و تعالى بارك إبراهيم صلوات ربي و سلامه عليه باركه باركة عظيمة فهو صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم صلواته الله وسلامه عليهم أجمعين بارك الله جل جلاله و إبراهيم بأنواع من البركات بأن جعله بانيا للبيت الذي هو قبلة الناس باركه الله سبحانه وتعالى بأن جعل في ذريته النبوة و الكتاب وجعل الأنبياء من ذريته و هم القائمون بالرسالات و الأمر بالمعروف و النهي على المنكر باركه الله سبحانه وتعالى بأن شرفه بالقيام له بالأمر بالمعروف و النهي على المنكر في عدد من المواطن التي انفرد فيها صلواته الله وسلامه عليه باركه الله جل جلاله بأن شرفه الله بالهجرة إليه فكان أول مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى شرفه الله سبحانه وتعالى بأن وقف في مواطن حظيمة مثل موقف أمام النمرود و موقف أمام قومه شرفه الله سبحانه وتعالى بأن جعل النار عليه بردا و سلاما فإبراهيم عليه السلام مبارك بأنواع كثيرة من البركة و آله مباركون فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل النبوة في آله فيدعو المؤمن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم و لآله بأن يباركهم الله سبحانه وتعالى كما بارك لإبراهيم و آله هذا في الشطر الثاني من الصلاة لإبراهيم و أما الشطر الأول فإن إبراهيم عليه السلام قد ذكر بالذكر الحسن و قد أصابته هذه الرحمات التي عدنا بعضها نعم فيدعو المؤمن للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصلاة كما لإبراهيم عليه السلام كما ذكر إبراهيم بالثناء الحسن و كما رحم الله جل جلاله إبراهيم عليه السلام في هذه المواطن بهذه الرحمات المتعددة في الدنيا و يوم يقوم الأشهد و هل يجزئ أن اختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أم تلزم أن يأتي يعني نحن قد ذكرنا أن جمهور أهل العلم على سنية الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة بعد التشاهد هذا يحصل شيخنا بالنسبة للمسبوق أو المأموم إذا خشي أن تطول المدة بين تسليم الإمام و تسليمه هل يجزئه أن يقصر على الصلاة اللهم صلى على محمد و آله وسلم يعني أنا ذكرت لك أن جمهور أهل العلم على أن أصل الصلاة الإبراهيمية هو من المستعبات و المثنمات سأبنك السؤال التفاعلي كان للإخوة والمشاهدين ما معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بعض المشاركات عبر المشاركات المكتوبة و المشاركات المسموعة في الواتساب لك تأذننا بأخذ المشاركات من معاني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الشيخ حمد بن صالح العثيمين رحمه وتعالى في كتابي شرح الممتع أن الصلاة على النبي معنى هو أثناء عليه في الملأ الأعلى وأما السلام عليه فهو الدعاء بسلامة بدنه في حال حياته وسلامة دينه وسلامة بدنه في قبره وسلامته يوم القيامة بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بها من الله جل وعلاه و ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ومن الملائكة والمؤمنين الدعاء له بهذا الأمر العظيم وأما السلام عليه فهو الدعاء له بالسلامة في البدن وسلامة دينه وسلامته في قبره أيضا كما قال أهل العلم طيب نشكر الأخ عبدالجبار من الفلبين والأخ يوسف من السعودية شيخنا لو لكم تعليق على ما ذكره شكر الله لهم جزاهم الله جميعا خير الجزاء وما ذكروه يعني حسن ومنه جميل جزاكم الله خير شيخنا أردتم أنه تم معنى الصلاة الإبراهيمية نعم فيدعو المؤمن في آخر صلاته ربه جل جلاله بأن يصلي على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته كما جاء في بعض الإلفاظ كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم في بعض الألفاظ إنك حميد مجيد ختم هذا الدعاء بهذين الإسمين من أسماء الله جل جلاله حميد وهو فعيل وصفه بالغة في الحمد بمعنى مفعول أي محمود والله جل جلاله هو المحمود سبحانه وتعالى المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق سبحانه وتعالى لجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته ومهابته سبحانه وتعالى واتصافه بالصفات الحسنى والأسماء الحسنى والصفات العلاء سبحانه وتعالى مجيد كذلك وصف مبالغة من المجد وهو الجلال والعظمة والمهابة له سبحانه وتعالى والله جل جلاله له أعظم مهابة وإجلال ثم أتم بعد ذلك هذه الصلاة بقولها اللهم بارك على محمد والبركة هي الخير الكثير والنفع العظيم وهي ارتفاع وزيادة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فكأنه يدعو للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم و لآله بالبركة كما بارك الله جل جلاله إبراهيم وآل إبراهيم ثم يختم ذلك بهذا الختام الذي ذكر قبله إنك حميد مجيد فهذه الآية أو هذا الدعاء فيه شبه من الآية رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد نعم أزاكم الله خير شيخنا بالنسبة للسؤال التفاعل كذلك وردت بعض الأجوبة على المكتوبة هذه غادة تقول معناها و الله أعلم أننا ندعو الله تعالى أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى و كذلك هذا محمد يقول معناها الثناء كما ذكر البخاري عن نبي العالية صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة و كذلك من معناها الدعاء و يراد بها الدعاء إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى هذا الحديث الذين يبكرون للصلاة شيخنا كذلك وردت ورد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة بشكل عام و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم هل هو المقصود كذلك الثناء على الرحمة أو الدعاء لهم الصلاة هو الدعاء الصلاة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي يصلي بها المؤمنين أي يدعو لهم لذلك في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم و صل عليهم أي يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم أي دعاءك و النبي الكريم قال في تطبيقه لهذه الآية الشريفة الكريمة قال اللهم صل على آل أبي أوفى لما أتوا من صدقتهم إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا فرق بين الدعاء الذي يكون الصلاة التي تكون من العبد و الصلاة التي تكون من الله جل جلاله فإن العبد يدعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة بأن يذكر فلان بالذكر الحسن و أما الله سبحانه وتعالى صلاته على عباده أو صلاته على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ليست الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى و ليس الله جل جلاله هو الذي يدعو لذلك هي تكون من الخلق بمعنى الدعاء بأن يصلي الله جل جلاله على عبده الذي يصلون عليه لذلك من الخلق دعاء وأما من الله سبحانه وتعالى فهي رحمة و ثناء حسن ثناء حسن كما قال أبو العالية و رحمة كما قال أبو حاك و غيره رحمه الله تعالى وهذا المعنى موجود في القرآن و موجود في عدد من المنازل مثلا مثل التوبة فإنها من العبد دعاء ورجوع و ندم إلى الله سبحانه وتعالى و من الله سبحانه وتعالى توفيق العبد فالقرآن الكريم تاب عليهم ليتوبوا فيقال تاب الله على عبده و يقال تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى و مثلها الصلاة صلى الله على عبده و العبد صلى لهذا الإنسان يقال صلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه دع الله جل جلاله بأن يصلي عليه و الله جل جلاله يصلي على عبده بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرحمه و يثني عليهم الثناء الحسن شيخنا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم أنها لا تحدد أو أنها في سائر الأوقات خصصت ببعض الأوقات مثل يوم الجمعة و مثل بدايات الصلوات أو اختتام الصلوات لكن إذا أضيف لها صفة أو ألزم بعض الناس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدبار قراءة القرآن مثلا أو في تخصيص معين أو بطريقة معينة هل يشرع ذلك؟ يعني أحسن نحن نقول الأصل أن يذكر المسلم ربه و أن يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرا كما أمر الله سبحانه و تعالى في كتابه الكريم و حث عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة الكريمة هذا هو الأصل و هذه المواطن كثيرة تتأكد هذه الأذكار أو هذه الأدعية أو الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي وردت فيها السنن أو وردت فيها الآيات الشريفة يعني بتأكيدها عندها و في غيرها فإنها تكون على مطلق تكون على مطلق الاستحباب يعني نحن الآن الاستحباب عندنا على مرتبتي الأول استحباب عام في كل وقت أذكر الله ذكرا كثيرا أسبعوه بكرة واصيلة فهذا الذكر الكثير استحباب عام هذا القدر العام و عندنا قدر خاص وهو استحباب مؤكد أو استحباب زائد على القدر العام كذكر الله سبحان و تعالى مثلا في أدبار الصلوات كذكر الله سبحان و تعالى بكرة وأصيلة كما جاء في القرآن الكريم قبل طلوع الشمس و قبل غروبها أو الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا عند الدعاء والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو في آخر الصلاة الدعاء يتأكد كذلك عند السجود أو بين الأذان والإقامة هذه مواطن مخصصة يعني يتأكد فيها الدعاء يتأكد عندها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد عندها الذكر يتأكد عندها التسبيح أو التكبير وهكذا و في غير هذه المواطن فإن الدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل يكونوا على إطلاقي و يكونوا على أصل الاستحبابي العام ينهى عنه في بعض المواطن التي مثلا مثل مواطن قضاء الحاجة أو غير ذلك من المواطن الشيخ أنا أستأذنك في أخذ اتصال من أبي جهاد من السعودية حالك الله أبو جهاد نعم معك أنا معنا الاتصال ما زال أبو جهاد نعم معك أنا نعم 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 تفضل أبو جهاد نسمعك سؤال كيف يحصل المسلم على شفاعة رسول الله ومتى موضع رسول الله على قصة الله الصوت مواضح أبو جهاد أعود السؤال الفضلا طيب متى يحصل المسلم على شفاعة رسول الله شو يعني بحقال عليا الشفاعة رسول الله متى يحصل المسلم على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيوة أيوة نعم مواضح والسؤال التاني ولم تتعرف مولا تنسل الله لأنه صار في خباب بينه وبين الجماعة أنا أقول لكم بتمعش رميح أول قال له لا ممبيه و هذا السؤال بس يا شيخي الله يوفق يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقت نعم واضح السؤال واضح شكرا نبو جهاد شيخ نيس أبو جهاد السؤال الأول عن ما يوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم هذا السؤال الذي سألته قد سأله قبلك الصحابي الجليل أبو هرير رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هرير أن لا يسأل هذا السؤال أحد غيرك لما علمت من حرصك على الحديث أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فيا أخي الكريم يا أبا جهاد أخلص عبادتك لله سبحانه وتعالى ولا تسرك مع الله جل جلاله أحدا في دعوتك وفي عبادتك وفي دعائك وفي صلاتك وفي نحرك والشرك على نوعين الشرك أكبر تصرف فيه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وشرك أصغر وهو الرياء أن يفعل العمل نعم هو موجه لله ولكن يلحظ فيه ثناء المخلوقين ويرغب فيه بالعلوم والسمعة وأن يقال عنه إنه قد فعل هذا العمل وهذا هو الرياء الشرك الأصغر الذي حذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخشيه على أمته فكلما صفى عملك من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر وكان عملك خالصا لله سبحانه وتعالى تريد به وجه الله كنت أحق وأولى وأسعد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي ابن مسعود وعندي ابن مسعود رضي الله كذلك عندي ابن حبان ومأننا في مقام الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي أن أكثرهم علي صلاة أحق بشفاعة فكلما كذلك أكثرت من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كنت أسعد بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي أن أحذرك منه وأحذر نفسي وأهلي وإخواني أن يحذر المسلم أن يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيطلب من رسول الله الشفاعة فإن هذا من الشرك أن يطلب المسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة يعني يقول يا رسول الله اشفع لي أن يقول يا رسول الله اشفع لي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز لذلك أخلص لله سبحانه وتعالى في دعائك وعبوديتك وتوحيدك وطاعتك الله سبحانه وتعالى تكون أسعد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا وقع الإنسان في الشرك الأكبر فإن هذا لا تنفع فيه شفاعة الشافعين ولا يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة المقربون فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وملائكة الرب المقربون لا يشفعون إلا لمن ارتضى رضي الله سبحانه وتعالى والله جل وجلاله لا يرضى أن يشرك به فلا يمكن لأحد أن يشفع في مشرك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أعاذني الله و إياك من الشرك سؤال الثاني شيخ أنا يسأل عن تاريخ أو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف عند أهل العلم فبعضهم قال إنه التاسع بعضهم قال إنه الثاني عشر وبعضهم حرر إنه السابع عشر يعني على اختلاف بين الناس في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ثبت في صحيح المسلم أنه كان يوم الاثنين و ثبت كذلك أنه في شهر ربيع الأول لكن يعني اختلف بعض الناس هل هو في التاسع أو الثاني عشر أو السابع عشر والله تعالى بموعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم و ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثاني عشر من ربيع الأول لا يخص بعبادة ولا باحتفال ولا يشرع تخصيصه بشيء من ذلك بل المسلم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقيد لا بوقت ولا بزمان ولا بمكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبه مقدم على حب النفس و الولد و الوالد و الناس أجمعين يفديه الإنسان بروحه و ماله و أهله لا يساوم على ذلك و في الحقيقة هذا في قصة خبيب رضي الله عنه لما أمسك به المشركون و قاموه و نصبوه رضي الله عنه و أرضاه و بدأوا يستهزئون به و يعذبونه فقالوا لخبيب رضي الله عنه أَيُسُرُّكَ أَنْ تَكُونَ سَالِمًا في أهلك و أن محمدًا مكانك فقال لهم رضي الله عنه كلمة تسطر بماء الذهب كلمة المستهزئ بهؤلاء المشركين المنتقص لقدرهم قال والله العظيم لا يسرني أن أكون سالما في أهلي و مالي و محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يفدأ بكل ما يمكن للإنسان أن يفديه به و هو المقدم و هو المحبوب المقدم على محابة الإنسان كلها و حب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك يا أخ المبارك لا يتقيد بزمان و لا بـ 12 ربيع الأول و لا بشهر ربيع الأول و لا بشهر ربيع الثاني بل هو في كل العام بل هو في كل عمر المؤمن كل عمر المؤمن يكون فيه محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما مصليا عليه ذاكرا لسيرته ذاكرا له بالذكر الحسن مقتديا به متبعا لسنته مدافعا عنه يحميه و يحمي سنته و يتبعها هذه كلها يطالع بها المؤمن في كل لحظة و في كل آن أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم و النصاري و من المدافعين آن أحسن الله عليكم شيخنا و زادكم الله من فضله أستأذنكم شيخنا في أخذ فاصل قصير طي أحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام و الإحسان نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن من الظلمات بالقرآن أكرم بأمر من الله للمؤمنين بدأ الله تعالى فيه بنفسه وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فبالصلاة عليه ترفع الدرجات وتغفر السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات وبها تفرج الهموم والكربات قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك وبها ينال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ففي الحديث أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة فلا تدخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي وأبشر بأن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه فإنه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن من الظلمات بالقرآن حياكم الله أيها الحبة الكرام مرة أخرى وحياكم الله دكتور الله يبارك فيكم شيخنا ذكرتم صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه كما قال صلوا عليه وسلم وتسليما لم نعرج على معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم معنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيين ومحمدين وعلى آله وصبه المعين أما بعد معنى السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم السلام اسمه من أسماء الله سبحانه وتعالى فلما أقول السلام عليكم أو السلام على النبي كأنني أقول أن الله سبحانه وتعالى عليكم حفيظ و كفيل فالسلام اسمه من أسماء الله سبحانه وتعالى فأقول السلام عليكم أي إن الله جل جلاله عليكم حفيظ و كفيل هذا معنى من المعاني الذي يذكره أهل العلم في معنى السلام عموما وفي معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا والمعنى الثاني وهو مشتق من السلامة السلام على النبي أي السلامة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كل آفة تعرض له سواء كان في حياته صلى الله عليه وسلم أو في برزخه أو بعد البعث والنشور أو يوم القيامة أهوال يوم القيامة كل هذا يعني يسأل المؤمن ربه أن يسلم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم من كل آفة قد تصيب وهذا المعنى الثاني هو الأظهر لقول الله سبحانه وتعالى وسلموا تسليما هل معنى السلام أنه يكون مثل ما نسلم على بعضنا أحسن أو مواجهة بعضنا أحسن السلام كما ذكرت لك يعني الدعاء بالسلامة من كل آفة وهو كذلك عندما يسلم الإنسان على من يواجهه فيقول السلام عليكم أن يدعو له بالسلامة من كل آفة لكن أنت لما تواجه الإنسان وتقول السلام عليكم فأنت تدعو له بالسلامة من الآفات الحاضرة الدنيوية وهي تحية أحسنت وهي نوع من التحية أما السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو دعاء له بالسلامة من الآفات التي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإن السلام الآن مشروع بعد وفاته رسوله كما كان مشروعا في حياته صلى الله عليه وسلم فلذلك لما يدعو الإنسان بالسلامة وسلموا تسليمه فالسلامة مصدر من التسليم سلموا تسليمه أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرع في الصلاة التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بضمير المخاطب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا كأن المؤمن يستحضر فيه حضور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة فيسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وليس هذا من باب الخطاب حتى من كان في زمن النبوة لما يقولون السلام عليك أيها النبي ليس هذا من باب الخطاب وإنما هو من باب الدعاء لأن في الصلاة لا يكون ثمة كلام ولا خطاب مع أحد حتى مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصحابة مع النبي لا يتكلمون في الصلاة وإنما هذا من قبيل الدعاء فلذلك يسرع هذا الدعاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دون تغيير كذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالح نعم أزاكم الله خير شيخنا وردت كذلك مشاركة من الواتساب من الأخت خديجة من المغرب لعلك تأذننا أن أخذ المشاركة طيب بسم الله الرحمن الرحيم نعم مشاركة خديجة وعن أبي محمد كعب لعجرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قلوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه شكرا شكرا لخديجة من المغرب شكرا لك شكرا جميلة شيخنا ورد كذلك سؤال تعقيبا على ما ذكرناه من حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أجعل لك صلاتك كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك يقول هل هذا معناه أن لا يدعو الإنسان لنفسه وأن يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشغل بذلك يعني هذا ظاهره لكن نحن نقول نحن نستدل بهذا الحديث على الإكثار من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا بظاهره الحر في أن الإنسان لا يدعو لنفسه بشيء من خير الدنيا والآخرة كلا لأن الإنسان يكثر من الدعاء لنفسه ويكثر من الدعاء لأهله ووالديه وأقاربه فإنه قد أمر الأمر بالدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان لنفسه والذي الوالدة في كتاب الله ويدعو لي والديه قل رب رحمه ماك مع ربياني صغيرة والإنسان كذلك مأمور بالدعاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور رحيم لكن نحن نقول هذا الدعاء نعم لا يؤخذ به بحرفه بمعنى أن الإنسان لا يدعو بشيء آخر لنفسه ولا لغيرك ألا وإنما المراد أن يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن المهم هنا التنبيه أن من المأمور به من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يخلط الإنسان دعاءه لربه جل جلال بصلاته على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول دعائه أو في وسط دعائه أثناء دعائه أو يختم دعاءه والنبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع رجلا يدعو فلم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على نبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا لذلك من حسن دعاء المؤمن عدد من الأمور أولا أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله سبحانه وتعالى فيثني عليه سبحانه وتعالى بمحامده يحمده بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا يحمده بفضائله وإنعامه على عبده يحمده بكل ذكر حسن جميل ثم بعد ذلك يثني بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره ويحب من عباده أن يصلوا عليه وأمر بذلك والله جل جلاله هو الذي يصلي عليه سبحانه وتعالى وملائكته فإذا ثنى في دعائه بهذا كان أدعى لرفع دعائه ولقبوله بل قد قيل في بعض الموقوفات والمراسيل إن الدعاء معلق بين السماوات والأرض حتى يرفع بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت وإن كان هذا يعني لا نأخذه بحرفه يعني بمعنى أن الدعاء مردود ما لم يصل إنسان على رسول الله ولكن أخذ منه فضيلة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأهميتها في دعاء المؤمن ثم بعد ذلك يدعو بما يشاء وإن شاء أن يختم دعاءه كذلك بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبتمجيد الله وبالثناء عليه في حديث الحسن بن علي في دعاء القنوت لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم دله كذلك على الصلاة عليه في آخر دعاء القنوت هذه رواية كذلك عند النساء رحمة الله شيخنا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم أنها تكون في كل وقت ولا تحدد بوقت معين لكن هل تحدد تتأكد في بعض الأوقات صلاة مطلقة وتتأكد في بعض الأوقات دون بعض بالنسبة للأماكن هل لمكان مزيئة عن مكان بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفضل في مكان عن غيره أو تحرم في مكان عن غيره أحسنت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه ممن قرب كما تبلغه ممن بعد و في الحديث الصحيح لا تجعلوا قبري عيدا و صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم هذه فيه بشارة للمؤمن أنه مهما بعد مكانه عن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاة المؤمنين كما أخبر صلوات ربي و سلامه عليه في هذا الحديث فهذه بشارة لكل مؤمن في كل قطر من أقطار الأرض أن يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم و أن يعلم أن هذه الصلاة سوف تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا لعلنا نختم بهذا السؤال الذي ورد يقول كيف أربي أبنائي على محبة النبي صلى الله عليه وسلم و تعظيمه و توقيره و الكثار من ذكره و غير ذلك من علاقة الأبناء بقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم على نبينا الكريم أن يعلم أبنائه سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني كون الأب والأم يقرآن لأبنائهم ولبناتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حين مولده إلى حين وفاته يعرضون عليهم ما تعرض له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعرضون لهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية والجهرية وما لقيه صلوات ربي وسلم عليه من الأذى يعرضون لهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون لهم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصاره كل هذا يعلق القلوب برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك تجد أن النفوس تلقائيا يعظم فيها محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كلما علمنا أولادنا ذكره ومغازيه وسيرته ونحرص في هذا كله أن نعلم أنفسنا وأولادنا أبناءنا وبناتنا أن نعلمهم في عند عرضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالدعاء له بالصلاة والسلام عليه يعني هذا أدب ينبغي لنا أن نؤدب أنفسنا به وأن نؤدب أولادنا به يعني أن لا نهمل وأن لا يذكر رسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس وليس خطابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كخطاب غيره كما جاء في القرآن الكريم فلذلك النبي له مقامه المحفوظ الذي ينبغي أن يعظم ويوقر وأن يرفع لا تجعلوا دعاء رسولي نعم لا تجعلوا دعاء رسولي بينهم كدعاء بعضكم فلذلك هذا شيء ينبغي أن نؤدب أنفسنا أن نمارسه فإذا علمنا أطفالنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها من أبلغ شيء يعلمهم الصلاة عليه في كل موطن لأنه سوف يكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعادة أهل الحديث وأهل السنة أنهم يكثرون من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك من كان من أهل الحديث أو من غيره غيرهم من أهل العلم واختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صاد لام أو غير ذلك فهذا قد خسر شيئا كثيرا هذا نوع من البخل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي أنت من سعادتك أن تكثر من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكثر من ذكر الصلاة عليه نعم ازاكم الله خير شيخنا وإحسن الله إليكم شكرا الله و سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك و المشاهدين أجمعين من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم آمين و ممن يحوز على شفاعته يوم القيامة ازاكم الله خير شيخنا و ازاكم الله خير على حسن مشاهدتكم و استماعكم نلقاكم في حلقة جديدة لهم بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام و الإحسان نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن من الظلمات بالقرآن و مرشدنا معلمنا بهدي جاءك الميزان إلى ما فيه من جات من الأهوال والنيرا من الأهوال والنيرا توقفنا محطة سنلقاها بكل مكان تزودنا من التقوى لنكمل